السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الاكتداي أهلا ومرحبا بكم ودرسا جديدا من دروس رياضيات على ملاصة البس المباشر بالوزارة ودرس اليوم بعنوان القسمة على كسر عشري أو عدد عشري درسنا في الحصة الماضية القسمة على عدد مكوى من ثلاثة أرقام بدون باقي هنكمل اليوم إن شاء الله موضوع القسمة بس اليوم هنقسم على كسر عشري أو عدد عشري يعني كسر عشري مستر الكسر العشري هو اللي مقامه عشرة أو مية أو ألف أو في علامة عشرية طالما بيقسم على مية وعشرة أو ألف يبقى إذن يبقى في علامة عشرية يبقى إذن لما يجي قسم على كسر عشري أو عدد عشري إيه اللي عمله يا مستر آه بيقولك للقسمة على عدد عشري أو كسر عشري إحنا عرفنا خلاص يعني عدد عشري عدد عشري يعني يحتوي على عدد صحيح وكسر عشري يعني مثلاً اثنين وتلاتة من عشرة ده اسمه عدد عشري أو أربعة صحيح وخمسة وستين جزء من مية ده عدد عشري أو سبعتاشر صحيح ومتين خمسة وتسعين جزء من ألف ده اسمه عدد عشري يبقى ده يعني عدد عشري يعني كسر عشري يا مستر الكسر العشري اللي لازي لا يحتوي على عدد صحيح يعني بنقول مثلاً خمس أجزاء من عشرة أو سبع أجزاء من مية أو تلاتة واربعين جزء من ألف ده كلها كسره كسره عشرية يبقى لما يجي قسم على عدد عشري أو كسر عشري هنعمل إيه برافو عليك هنجعل المقسوم عليه عدداً صحيحاً يبقى لازم نحول المقسوم عليه من كسر عشري أو عدد عشري إلى عدد صحيح تبدأ يحصل إزاي برافو عليكم إن إحنا نضرب المقسوم عليه والمقسوم في عشرة أو مية أو ألف تب إيه اللي حدد إن إحنا كنا هنضرب في عشرة أو مية أو ألف حسب عدد خانات العلامة يعني إيه مستر مش فاهم يعني لو كان عندك العلامة العشرية بعد منزلة عشرية واحدة يبقى تضرب في عشرة لو عندك العلامة العشرية بعد رقمين يبقى هتضرب في مية لو عندك العلامة العشرية بعد ثلاث أرقام هنضرب في ألف ده اللي هنشوفه من خلال المساء طيب بعد ما حوله اللي هو المقسوم عليه الى عدد صحيح بالضرب في عشرة او مية او الف نحصل ايه نعمل بقى عملية القسمة المطولة طيب بيقول لي اوجد خارج قسمة نشوف المساء بيقول ايه عايزين نقسم خمسة وسبعين جزء من ايه من مية على خمستاشر جزء من ايه من مية اه المستر قال اول ما يجيلي القسمة على كسر عشرة او عدد عشرة طبعا ده كسر عشرة عشان لا يوجد بها عدد صحيح ابص على ايه المقسوم عليه طبعا احنا عرفنا الاولان اسمه المقسوم والتاني اسمه المقسوم عليه انا هبص على المقسوم عليه هتلاقي العلامة العشرة بعد كم رقم بعد رقمين انا عايز اتخلص من العلامة العشرية دي فحركها للامام خالص اهي هحطها قدام عشان ما تتكتبش يبقى ايزا حولتوا العدد صحيح طب انا حركتها كم رقم ممتازين حركتها رقمين اهو ادي واحد اتنين وبالتالي برضو العدد ده يتحرك للامام منزلتين بالشكل ده يبقى انا ضربت في كم ضربت في مية ليه لان كان عندي العلامة العشرية بعد كم رقم كانت بعد رقمين يبقى احنا هنا هنعمل ايه هنضرب كل من المقسوم والمقسوم عليه في كم في مية ممتازين يبقى الخمسة ايه هتبقى خمسة وسبعين تقسيم كام تقسيم خمستاشر نقول اتنين احنا عملنا ايه هنقول تانين احنا بصينا على المقسوم عليه لقيته كام لقيته خمستاشر اعملت ايه رحت محرك العلامة العشرية ناحية مين ناحية الامام اهو لليمين اهي ناحية اليمين وحرك ووضعناها امام مين امام الرقم في المقسوم عليه فضربت هنا في كام قلت طالما انا حركتها على منزلتين او رقمين عشريين يبقى لازم احرك المقصوم كمان منزلتين عشريتين ناحية مين اليمين يبقى انا كده ضربت في مية لان انا حركتها رقمين وبالتالي بقى كامل عدد اصبح طبعا طبعا الفصلة جات هنا للامام وما فيش ارقام على يمينها يكتب العدد بدون علامة عشرية بقت 75 تقسيم ايه 15 خلصت المسألة اقولك لا لسه تعالنا انا اعمل بقى عملية الايه القسمة المطولة طيب ال 75 دي قلنا هنكتبها فين ممتازين هنكتبها هنا يبقى المقصوم بكتب على الايه اليمين طب المقصوم عليه اللي هو كام 15 هنكتبه على مين على الشمال طيب نبدأ بقى نقسم قبل اقسم كامل اول هقسم من الشمال 7 تقسيم 15 بتقول لي ما ينفعش لي ما ينفعش لان السبعة ايه ايوة السبعة اقل من الخمستاشر بها هنضع سفر وهناخد 75 كاملة اعمل يا مستر اخب بالرقم الاولاني مع الرقم الاولاني اللي هو مين الرقم الاولاني هنا اللي هو الخامسة هخب به مع مين مع الخامسة يبضل لي كام السبعة السبعة اسمه على مين على الواحد فيها الكام فيها السبعة اروح مجربها يا مستر انت قلتلي من الحصة اللي فاتت ما ينفعش نضاعها على طول لازم نجرب الاول تعال نضرب بقى سبعة في خمسة بكام بخمسة وتلاتين ممتاز خمسة ومعانا التلاتة تبقى سبعة في واحد بسبعة ومعك تلاتة يبقى كام يبقى عشرة يبقى الرقم كام مية وخمسة ينفع نطرحه من خمسة وسبعين تقول لي لا يبقى معنا ذلك ان السبعة رقم كبير يبقى هصغرها هخليها كام هخليها ستة رافو عليك اهيه تعال نجرب الستة ستة في خمسة بكام بيه تلاتين سفره معانا التلاتة تبقى ستة في واحد بستة ومعك تلاتة يبقى كام يبقى تسعة يبقى صار الرقم كام تسعين ننفع نطرحه من خمسة وسبعين تقول لي لا خلاص هصغر هشوف الرقم اللي يسبق الايه الستة والخامسة من الرقم الاقبل الستة خمسة تعالon جربة الخمسة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين خمسة ومعانا الايه الاتنين وخمسة في واحد بخمسة ومعك اتنين يبقى سبعة ايه ده يا مستر هاي لئنها 75 يبقى ايضا ناتيجة انا كده وجدته يبقى هكتب ايه بقى انا عندي رقم داخل الديرة هو ورقم خارج الديرة اللي هو هام وسبعين. من الرقم اللي داخل الدايرة. برافو عليك اللقاء الخامسة. يكتب فين? فوق في الناتج. اهو. يبقى انا كده الناتج بقى خمسة. طيب. وخمسة لما ضربتها في خمستاشر طلعت خمسة وسبعين. يبقى الخمسة وسبعين دي توضع تحت هنا. يبقى تحت الايه? العدد ده خمسة وسبعين. طيب. وبعدين يا مستر. برافو عليكم. اعمل عملية طرح. يبقى انا هطرح. اهيه. خمسة ناقص خمسة كام? برافو عليكم. سفت. وسبع ناقص سبعة. سفت. يبقى الناتج بتاعك طلع كام? طلع خمسة. من والتاني احنا عملنا ايه? اه. اول حاجة بصيت على المقسوم عليه. وجدت وجود ليد في علامة عشرية. يبقى لازم احرك العلامة العشرية ناحية اليمين خالص. واشوف انا حركتها كم رقم? حركتها رقمين? اروح ما حركها برضو في المقسوم رقمين. يبقى انا دربت في كام? دربت في مية. واختب العدد بعد تحديك العلامة العشرية واعمل القسمة الايه? المطولة. طب ناخد مثال تاني. يلا نشوف. بيقولي او بيتخارق قسمة. عايز اقسم كام? ايوة. مبتازين. لازم ابص على مين? على المقسومة عليه. طب نجي نقرأ العدد الاول. تعال نقرأه كده. اربع تلاف تلتمية اتنين وتلاتين جزء من عشر تلاف. هنقسمه على واحد صحيح وايه? اتنين من عشر. يبقى انا بقسم على عدد ايه? عشري. لان في عدد صحيح موجود. ممتازين. يبقى انا حرك العلامة العشرية ناحية الايه? اليمين. حركة كم رقم? برافو عليكم. حركتها رقم عشري واحد. يبقى انا لازم حركة ناحية اليمين رقم عشري واحد. يبقى تيجي هنا هو. قبل مين? قبل الاربعة. يبقى ضربت في كام? ممتاز. ضربت في عشرة. عشان لو جالك تكملة ولا اختياري? يبقى انت هنا ما حولت. ضربت في كام? ضربت في عشرة. ليه ضربت في عشرة? حركتها ناحية اليمين منزلة عشرية واحدة. او رقم عشري واحد. يبقى هنا ضربت في كام? ضربت كل من المقسوم والمقسوم عليه في ايه? في عشرة. طيب تعالى نكتب العدد بقى بعد ما حركت العلامة العشرية. هيبقى شكله ازاي? ممتازين. هيبقى اربعة صحيح? و تلتمية اتنين و تلاتين. جزء من ايه? من الف. اهيه شفت العلامة العشرية? وضعناها فين? اهيه. وضعناها قبل كانت بعد الاربعة اصبحت قبلها. وصار المقسوم عليه? عدد صحيح. يبقى لازم في القسمة على عدد عشري او كسر عشري. نحاول المقسوم عليه العدد ايه صحيح? بتضرب في عشرة او مية او الف. وتحريك العلامة نحية الايه اليمين. المسألة خلص تقولك لا لسه. نعمل ايه? هنعمل بقى القسمة المطولة. طيب. الاربعة صحيحة تلتمية اتنين وثلاثين دي? هتكتب فين? ممتازين. هتكتب هنا. على يمين ايه? علامة الكسر او الكسر الايه? الكسمة المطولة. طيب. واللاثناشر. هتوضع فين? ممتاز. هتوضع في المقسوم عليه. طيب. تعالوا نقسم بقى. هنبدأ القسمة من اين? من الشمال. هنقسم كامل اول الاربعة. اربعة تقسيم اتناشر. تقول لي ماينفعش. يبقى نحفظ اول خنب كام? بسفر. ممتاز. طيب والفصلة دي? الفصلة دي تصعد لاعلى. اهيه. توضع فوق. نقول تاني. يبقى انا قسمت اربعة تقسيم اتناشر. قلت ما تنفعش ليه? لان الاربعة اقل من الاتناشر. يبقى حفظت المخنب كان بسفر. وصعدت العلامة العشرية للاعلى. بالشكل ده. هاخد بقى رقمين. العلامة العشرية خلاص بقتش موجودة. هاخد التلاتة واربعين. طيب. هخب التلاتة مع مين? مع الاتنين. يبقى اسم اربعة على ايه? على واحد. اربعة تقسيم واحد بكام باربعة. طيب ما نيجي نجرب الاربعة. هنضعها كده داخل دايرة. اهي بالشكل ده. ونبدأ نضرب. اربعة في اتنين بكام? بتمانية ممتاز. واربعة في واحد باربعة. يبقى الناتج طلع كام? طلع تمانية واربعين. طيب ما التمانية واربعين دي ما تنفعش تطلح من تلاتة واربعين. انها اكبر منها. طلاث. يبقى نشوف الرقم اللي قابلي مين? اللي قابل الاربعة. مين الارقم اللي قابل الاربعة? ممتاز. التلاتة. تعال نجرب التلاتة. يبقى كده نجربها. تلاتة في اتنين بستة. احسان. وثلاثة في واحد بتلاتة. يعني رقم طلع كام ستة وتلاتين? اه تنفع يا مستر ان الستة وتلاتين اقل من التلاتة واربعين. بحكت بهنا ايه الناتج. الرقم اللي داخل الدايرة ده هيكتب فوق. لان هو ده الناتج. اهو التلاتة. فوق اهيه. طيب والستة وتلاتين دي نتج الضرب هتكتب تحت التلاتة واربعين. يبقى الستة وتلاتين. خلاص نعمل عملية ايه? ممتازين. هنعمل عملية طرح. طيب تلاتة ناقص ستة ما تنفعش. يبقى التلاتة دي هتستلف من مين من الاربعة. طيب نغير كده اللون عشان نقدر ايه? نستلف نشوف ناتج الطرح. هتبقى ديه تلاتة. والتلاتة دي هتبقى تلاتتاشر. الستة من تلاتتاشر كام برافو عليكم. تلاتتاشر ناقص ستة سبعة. ممتاز. وثلاثة ناقص تلاتة بكام بسفر. هننزل بقى اللي عليه الدور. من اللي عليه الدور هنا? التلاتة. هتنزل جانب يمين? هتنزل جانب السبعة. بقى التلاتة وسبعين. عايز اتسمع على اتناشر. اعملية يا مستر. قلنا خلاص. هنخاب باول رقم مع اول رقم. ونقسم الرقم الاخير اللي هو السبعة على الواحد. فيها الكام فيها السبعة. عم نجي ايه? نجربها. ما اكتباش على طول. لا نجرب الايه? ناتج الضرب. هنضرب سبعة في اتنين بكام باربعتاشر. اربعة ومعنا الايه? الواحد. وسبعة في واحد. دي سبعة ومعك واحد يبقى تمانية. اربعة وتمانين دي اكبر من تلاتة وسبعين يا مستر. ما انفعش ايه? ناخدها. خلاص. نشوف الرقم اللي يسبق السبعة اللي هو الكام السبعة. هو ده الرقم اللي قابل السبعة نجربه. ستة. ستة في اتنين بكام باثناشر. اتنين ومعنا الواحد. وستة في واحد بستة. واحد سبعة. يبقى كام يا مستر? يبقى 72. يبقى الستة دي تنفع يا مستر. خلاص نكتبها. يبقى الناتج اللي هو داخل الدائرة ده اللي هو الستة. يكتب فوق. والرقم اللي خارج الدهل اللي هو 72 هيكتب تحت اللي ايه 73 طيب وبعدين نعمل عملية الطرح 3 ناقص 2 بواحد ممتاز و7 ناقص 7 بصفر هننزل اللي عليه الدور مين اللي عليه الدور هنا ممتاز اللي عليه الدور 2 يبقى صار رقم كام 12 12 لما قسمع على نفسها فيها الواحد برافو عليكم 12 على 12 فيها الواحد طيب واحد في 12 ب12 أيوة كده ممتاز اهو وبعدين نطرح يبقى صفر صفر يبقى الناتج طلع كام الناتج هيطلع 300 واحد ايوة بادوا ايه يجاوبوا معنا اهو 361 جزء من ايه من الف يبقى انا عملت ايه تاني اهو عشان ولادنا بيسألونه ممكن تعيدها تاني نصر عشان لسه داخلين اقول لهم حاضر انا بصيت على المقصوم عليه لقيت هنا علامة عشرية بعد رقم عشر واحد رحت محرك العلامة العشرية ناحية اليمين لان ما ينفعش نقسم على رقم فيه علامة عشرية حركتها رقم عشر واحد يبقى لازم حرك المقصوم كمان رقم عشر واحد يبقى انا ضربت في كام يبقى ضربت في عشرة لان انا حركتها منزلة عشرية واحدة وبالتالي روح تكاتب العدد تاني بعد تحريك العلامة بقى اربعة صحيح 332 جزء من الف قسمت على كام على اتناشر وعملت القسمة الايه المطولة طيب تعالوا نشوف مثال تاني بيقول لي ايو جدين ناتج عازك تقسم اتنين ويه ثم على كام ايوة على 125 جزء من الف اه يا مستر ده كسر اعتيادي لا ده انا كده مش عارفه اعمل ايه سهلة جدا هنحول الكسر الاعتيادي ده الكسر عشر بس عاز افكرك الاول المقام هنا كام تمانية انا قلتلك لو لديت المقام اتنين هتضربه في كام هتضربه في خمسة تضربه في خمسة عشان تحوله الكسر عشري يعني عشان يبقى مقامه عشرة او مية والف يبقى بعشرة طيب لو لقيت المقام بتاعك اربعة هتضربه في كم هتضربه لو لقيتها اربعة هتضربها في خمسة وعشرين ليه هتضربها في خمسة وعشرين عشان هتخليها مية تمام لكن هنا المقام بتاعي كم يا مستر؟ المقام بتاعي 8 يبقى لو ليته 8 هاعمل يا مستر هروح ضرب البسط والمقام في 125 ممتازين ولادنا بيجاوبوا في 125 في البسط وفي المقام يبقى أنا هضرب هنا في 125 وهضرب هنا كمان في كام في 125 وإيه و20 تمام 125 يبقى العلامة العشرية تبقى بعد كام رقم هتبقى بعد 3 أرقام يعني هيبقى الرقم بتاعك كام هيبقى 2 صحيح تنزل اهل 2 تنزلت ايه و125 في واحد ب125 وطبعا 125 في 8000 ووضعت علامة عشرية بعد ايه بعد رقم 20 بعد 3 أرقام 20 تاني انا عملتي ايه لقيت المقام بتاعي 8 قلت عشان احوله الكسر 10 اضربه في كام اضربه في 125 وهضرب كمان البصل في 125 رحت منزل الاتنين صحيحة ايه وروحت وضع علامة عشرية عشان الناتجة يبقى على 1000 ووضعت 125 هقسمها على كام بقى ايوة على 125 جزء من 2000 هعمل يا مستر ايوة بربو عليك هحرك العلامة العشرية كام رقم 3 أرقام عشرية بالشكل ده وكمان هتحرك في المقسوم عليه 3 أرقام عشرية يبقى تيجي هنا هو هيصبح العدد ده بقى صحيح بقى 2125 هقسمه على كام على 125 هقسمه على 125 هقسمه على 125 معلش يا مستر كانت صعبة ممكن تقول قال لي مرة تاني حاضر من عينيه انا همسحها ايه انا عملت هنا ايه همسح كده واقولك انا عملت ايه اولا تاني انا لقيت المقام كام لقيت المقام تمانية قولت ما ينفعش لازم احوله لكسر عشري عشان اقسم عدد عشر او كسر عشري على عدد عشري او كسر عشري فروحت لقيت المقام كام تمانية فقلت التمانية أنا حافظها من سنة ربعة إن أنا هضربها في 125 عشان أحولها لكسر إيه عشري تمام وكمان هضرب البسط في 125 لأن أنا ضربت المقام في كام في 125 يبقى هضرب البسط والمقام تمام لما ضربت روح تمنزل الاتنين صحيح أهيه نزلت اتنين صحيح ووضعت علامة عشرية واحد في 125 دي 125 هقسمهم على كام على 125 جزء من ألف لقيت الفاصلة بعد كم رقم بعد ثلاث أرقام روح تمحرك العلامة العشرية للأمان ثلاث أرقام ليه فين في المقسوم عليه يبقى لازم أحركها كمان في المقسوم ثلاث أرقام ناحية اليمين وبالتالي لما وضعت العلامة العشرية في بداية الرقم خالص يبقى إذا يكتب الرقم بدون علامة عشرية يبقى 2125 هقسمهم على كام على المية خمسة عشرين من خلصة المسألة أقول لك لا لسا احنا لسا ما عملاش القسمة المطولة هنعمل علامة القسمة وهنكتب الايه المقسوم على اليمين الفين مية خمسة وعشرين والمقسوم عليه هنكتبه على الايه على الشمال تعالوا بقى نبدأ نقسم هنبدأ نقسم اتنين على المية خمسة وعشرين تقول ما ينفعش نحفظ الخانة بسفر هناخد واحد وعشرين على المية خمسة وعشرين اقل منها ايضا ما ينفعش يبقى سفر كمان هناخد تلات ارقام اللي هو كام الفين ميتين واثناشر على المية خمسة وعشرين طيب هخبي اول رقمين هما الاثناشر دم قال لي بقى انا بقسم التلات ارقام اللي هما الميتين واثناشر الخمسة مش داخلة ويانة دلوقت تمام يبقى اتناشر هقسمهم على الكام على الخمسة وعشرين اه هخبي الاثناشر مع الخمسة وعشرين وهقسم اخر رقم اخر رقم انا كام اتنين ممتاز هقسمه على الواحد يبقى فيها الاثنين يبقى انا هكتب فيها الكام الاثنين وجرب الرقم اللي انا ايه جبته ده اتنين في خمسة بكام بعشرة صفره معنا الواحد واثنين في اتنين باربعة واحد خمسة اهيه واثنين في واحد باثنين يبقى النات اجتدع متين وخمسين اكبر من مين اكبر من ميتين واثناشر يعني الاثنين دي طلعت كبيرة يبقى اخد الرقم اللي يابليها اللي هو الكام الواحد ممتاز يبقى واحد في مية خمسة وعشرين بمية خمسة وعشرين بالشكل ده تعالوا بقى نطرح نعمل عملية الطرح بتاحت اهي اغير لون القلم عشان اعرف اطرح بالشكل ده واقول اتنين ناقص خمسة ما تنفعش فالاثنين تستلف من مين من الواحد بقى سفر والاثنين دي بقت كام بقت اتناشر ممتاز اتناشر ناقص خمسة كام ايوة بقت سبعة برافو عليك هنكتب السبعة بالشكل ده طيب وهو سفر ناقص اتنين ما تنفعش هنستلف بقى ده بقى واحد ودي بقت عشرة عشرة ناقص اتنين تمانية ماشي ممكن تكتبها لنا بخط اتقل شوية مستر اقول لك حاضر اكتب لك الاجابة بخط اكبر شوية اهو بالشكل ده نشوف كده مع بعض اهي احنا قلنا اتناشر ناقص خمسة كام سبعة ممتاز وعشرة ناقص اتنين تمانية يبقى ناتج الطرح كام سبعة وايه وتمانين هنزل عليه الضوء اللي هو مين هنا ايوة اللي هو الخمس اهي بالشكل ده كده يبقى انا هقسم تمام هعمل لي دلوقتي اخاب باول رقمين اللي هو من خمسة وسبعين مع اول رقمين اللي هو من خمسة وعشرين واقسم الرقم الاخير اللي هو تمانية على الواحد فيها الكام فيها التمانية ممتاز اهيه تعالوا نجرب التمانية نشوف الناتج بجدعها ينفع ان يضعه ولا لأ نشوف تمانية في خمسة بكام باربعين سفره معانا الاربعة واثنين في تمانية في ستاشر واربعة عشرين سفره معانا الاتنين واحد في تمانية بتمانية واثنين يبقى عشرة يبقى ناتج طلع الف يا مستر ده كبير جدا ده انا بقسم ثمنمية خمسة وسبعين يبقى بالتالي مش هنفع اطلح منها الف يبقى اشوف الرقم القابلس الثماني اللي هو سبع اجربه يبقى انا هجرب السبع يلا نضرب كده سبع في خمسة بكام بخمسة وثلاثين خمسة ومعانا التلاتة واثنين في سبعة باربعتاشر وثلاثة سبعتاشر سبعة ومعانا الواحد واحد في سبعة بسبعة واحد تمانية تنفع يا مستر طلع التمانية خمسة وسبعين زيها يبقى مين عندي الرقم اللي يكتب فوق ممتاز الرقم اللي داخل الدايرة ده اللي هو السبعة يكتب في الناتج فوق اهو طيب وناتج الضرب اللي هو ثمنمية خمسة وسبعين هنحطه تحت الثمنمية خمسة وسبعين عشان نعمل عملية الطرح بربو عليكم مركزين ولادنا شو الطار انا راح اعمل عملية الطرح ايه خمسة ناقص خمسة سيف وسبعة ناقص سبعة سيف وتمانية ناقص تمانية سيف يبقى الناتج بتاعك طلع كام طلع سبعتاشر يبقى انا لما قسمت طلع الناتج بتاعي كام 17. يبقى ولادنا كده استوعبوا. احنا عملنا ايه? اه حولنا الكسر الاعتيادي لكسر عشري. ان انا ضربت الايه? التمانية ديف كام? في مية خمسة وعشرين. بسطا ومقاما. وروحت ايه? مقسمها. وروحت مقسم الايه? المسألة بتاعتي. يبقى انا عملت ايه? المسألة. طيب تيجي نشوف اللي بعدها. بيقول لي ايجاد خارج القسمة الغير منتهية لأقرب جزء من عشرة او مية او الف. بيقول لي اكتب الكسر التالي في الصورة العشرية. في الصورة مين? العشرية. لأقرب جزء منين? من عشرة. طيب. انا عايز اقسم كام? عايز اقسم من خمسة. يبقى انا هكتب. الخمسة تقسيم كام? ايوة? تقسيم الستة. تمام? يبقى انا هعمل القسمة المطولة. انا عندي مين هو انا المقسوم? اللي هو الخمسة. يبقى الخمسة هي المقسوم. طيب و مين المقسوم عليه? الستة. برافو عليكم اهيه. يبقى انا هتقسم من خمسة على مين? على الستة. تقول لي. انا عايز اقرب لأقرب جزء منين? من عشرة. يبقى لازم تضع علامة عشرية. انت عايز جزء من عشرة. الجزء من عشرة ده كم رقم عشرة? هتقول لي رقم واحد. يبقى انا لازم احط لسفرين. اذا ما عليش يا مستر اقول لي تاني. لما تشوف هو عايز يقرب لأقرب جزء من عشرة في القسمة. الجزء من عشرة دي. العشرة قدامة كم سفر? سفر واحد. يبقى انت اتزود سفرين. طيب لو قالك جزء من مية. طيب المية قدامة سفرين. بقى انت اضع ضع تلاتة. يبقى انت لازم تزود سفر فوق المطلوب. عشان تقدر تقرب. تاني? اقول تاني. انا عايز اقرب الناتج لأقرب جزء من من عشرة. عايز اقرب الناتج بتاعي الاقرب جزء من من عشرة. يبقى انا لازم اعمل ايه? اعمل علامة عشرية. واضع اصفار. تمام نيجي نقسم. الخمسة تقسيم ستة بكام? اه تقول لي ما ينفعش. فيها الايه? فيها السفر. اهو. طيب. هناخد خمسين. خمسين تقسيم ستة. ايوة. خمسين تقسيم ستة. في جدول ستة. ايه اقرب حاجة للخمسين مفيش. طب نخليها التسعة واربعين. مفيش تمانية واربعين فيها التمانية. يبقى هنكتب تمانية. اهي. تمانية في ستة بكام? بتمانية واربعين. اهي بالشكل ده. طيب. وبعدين يا مستر. طبعا الفصلة طلعت للاعلى. ما ننساش. يبقى انا صعدت الفصلة. معليش اقولها تاني يا مستر. طب نبدأ تاني من الاول. عشان ولادنا اللي مش مركزين معنا. هنمسح ده اهو. اهو. هنمسح كلها. ونقولها تاني عشان ولادنا طلبين. اقول تاني. انا بعمل ايه? انا عايز اقسم. الايه? الخمسة على الستة. وعاز اعمل تقريب لأقرب جزء من عشرة. يبقى لازم اضع علامة عشرية بالشكل ده. وهزوت سفرين. ليه هزوت سفرين? لانه عايز جزء من عشرة. تم تقولي يا مستر ما جزء من عشرة ده حطي سفر واحد. اقول لك لأ. انا عوز منزلتين. عشان اشوف المنزلة دي. هتدي للمنزلة اللي بعدها. ولا لأ في التقريب. عرفتي الفكرة فين? تمام. هبدأ قاسم. خمسة تقسيم ستة. تقولي ما ينفعش. احط ايه? سفر. وصعد العلامة العشرية للأعلى. اهيه. بالشكل ده. هاخد بقى خمسين. خمسين. لا. الخمسة والسفر القابل العلامة العشرية ده. خمسين تقسيم ستة ما فيش. طب نصغرها تسعة واربعين. تمانية واربعين فيه. فيها التمانية. يبقى تمانية واربعين على التمانية بستة بكام؟ بتمانية واربعين. اهيه. نكتب تمانية وايه؟ واربعين بالشكل ده. طيب. تعالوا بقى نعمل عملية الطرح. هنطرح بالشكل ده. نغير كده. لقول الالم. ونشوف. سفر نقص تمانية ما تنفعش. فالسفر هي السفر من الخمسة. الخمسة ده تبقى كام? هتبقى اربعة. والصفر ده هيبقى كام? هيبقى عشرة. عشرة نقص تمانية اتنين. برافو عليك. طيب. واربع نقصة اربعة بصفر. انزل العليه الدور لهو كام? اللي هو? السفر. بالشكل له. هتبقى عشرين. عشرين تقسيم ايه? ستة. هتقول لي ما فيش نسغرها. خليها تسعتاشر. ما فيش برضو في جدول ستة. طيب نخليها تمنتاشر. هتقول بطمنتاشر. اهيه. بالشكل ده. طيب. نعمل بقى عمليه الطرح? ايوة. عشرين. عشرين نقص طمنتاشر كام اتنين. ده الباقي. طيب اكمل يا. ما ستقول لك لا خلاص. ليه خلاص? من عايز لأقرب جزء من عشرة. طيب من هقدر اقرب دي اهيه. طيب اكتب الناتج بقى. اللي هو كام? تلاتة وتمانين. ده الناتج اهو. وعلم عشرية تنزل والصفر. او بقى اللي هو عمليت ايه? تقريب. عرفت ليه انا جبت رقم عاشر الزيادة? عشان اقدر اشوف. هل التلاتة كريمة ولا بخيلة? ولادنا الممتازين افتكروا التقريب اللي خدناه? ايوة. فاكروني يا مستر التقريب اخدناه في اول الحصص من العام الدراسي اللي ايه? اللي احنا بدأناه السناني. ايوة. التلاتة دي عدد بخيل. تميني فكرني بالاعداد البخيلة? السفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة. فالتلاتة ده هنشطبها كده لانها عدد بخيل. وما زودش على مين? على التمانية حاجة. فتنزل تمانية بجزء منين من عشرة. يبقى انا كده حولت الكسر خمس اس داس الى كسر عشري عن طريق القسمة. عن طريق مين? القسمة العشرية. لكن في المسألة اللي فاتت لما كان المقام بتمانية. انا كنت حافظ لما يبقى المقام بتمانية اعمل ايه? ايوة. احول الكسر عشري بالايه? ايوة بالضرب. عرفنا المسألة كانت بتقول ايه? اه بتقول حول الكسر خمس اس داس لصورة عشرية. وقربوا الاقرب جزء منين من عشرة. على طول رحت كاتب خمسة تقسيم ستة. وروحت واضع علامة عشرية وزودت سفرين. وبدأت عملية التقسيم بتاعتي. طيب نشوف مسألة تانية. السؤال بيقول. اوجد خارج قسمة واحد صحيح وسبعمية خمسة وسبعين جزء من الف على خمستاشر جزء من مية لأقرب جزء من مية. طيب. ولادنا هيبدأ يفكروا. هيمسيكوا الورقة والقلم. ويبدأ يقولوا. اه. انا بقى بقسم على كام? على رقم عشري. وجدت علامة عشرية يا مستر. اعمل ايه? ممتاز. احرك العلامة العشرية ناحية اليمين. منزلة عشرية واحدة. ولا منزلتين? ايوة كده برافو عليك. منزلتين. رقمين عشريين. ممتاز. ايوة. لان هنا في رقمين. يعني بالتالي المقسوم كمان يتحرك العلامة العشرية كم رقم? ايوة رقمين. ممتاز. يبقى تيجي هنا في الشكل ده. يبقى العدد هيصبح كم? هيصبح مية سبعة وسبعين صحيح. وخمسة من عشرة تقسيم خمستاشر. اهي بالشكل ده. طيب. هنيجي بقى نعمل ايه? القسمة المطولة بتاعتنا. بس خلي بالك. انا عايز اقرب لأقرب جزء منين. من مية. اه. يبقى انا اخلي على على اليمين العلامة العشرية كم رقم? هخلي تلاتة. يبقى لازم ازود هنا سفرين. ليه زودتي سفرين يا مستر? ما انا عايز اقرب جزء من مية. جزء من مية دي رقمين. وانا هزود رقم ثالث عشان اشوفه كريم ولا بخير. يبقى الفكرة جات منين? انا عايز كم رقم عشرين? عايز رقمين. في الناتج. يعني الناتج اللي يطلع يبقى الاقرب جزء من مية. يعني عايز اقربه. يبقى لازم ازود رقم عشر ثالث عشان لما اجا اشوفه وقرر. اشوفها يعطيني ولا لا? من الاعداد الكريمة ولا البخيلة ولا لا? فعشان كده زودتي سفرين. يبقى ليه زودتي سفرين يا مستر? عشان تمام? هنبدأ نقسم. هنبدأ نقسم من ايه? من الشمال. طيب قسم كده يا مستر? اقولك حاضر يلا نبدأ التقسيم. واحد تقسيم خمستاشر. تقولي ما ينفعش. ليه? لان الواحد ايه? صغير. ناخد سبعتاشر. على الخمستاشر. اخب الرقم ايه? الاولاني اللي هو مين? السبعة ده. اخبين مع مين? مع الخمسة. تمام? وقسم الواحد على مين? على الواحد. فيها الكام? فيها الواحد شطار. ممتازين. اضرب بقى واحد بخمستاشر. ممتاز بخمستاشر. ربعة تحت السبعتاشر بالزبط. عشان ان ماجه اطرح يبقى العملية سهلة بالنسباني. طيب. وبعدين يا مستر اعمل الخط. وابدأ ايه? اطرح. ايوة. سبعة مائس خمسة كام? ايوة اتنين. واحد مائس واحد سفر. انزل عليه الدور يا مستر. ايوة كده ممتاز شاطر. هنزل ايه? السبعة. اهيه بالشكل ده. وابدأ ايه? اخب باول رقم مع اول رقم. اللي هو السبعة مع الخامسة. واقسم بقى اتنين على الواحد. فيها الاتنين. انت عنجر الرابعة كده? اهي. الاتنين هنجررها على جانب. واحطها داخل الدايرة كده. اهي. اتنين في خمسة بعشرة. سفره معنا. الواحد. واتنين في واحد. باتنين واحد تلاتة. يعني تلاتين. هننفع التلاتين اطرحها من السبعة وعشرين. شو قللي لا. ده رقم كده ايه? كبير. خلاص نشوف الرقم اللي قبل الاتنين كام واحد. يبقى هكتب الناتج واحد اهو. واضرب. واحد في خمستاشر بخمستاشر ممتاز. اهي. كده. وبعدين اعمل عملية الطرح بالشكل ده. سبعة نائس خمسة اتنين ممتاز. واتنين نائس واحد واحد. هنزل عليه الدور بس فيه علامة عشرية. العلامة عشرية دي انزلها ولا طلعها? هقول لك لا العلامة العشرية بتصعد للأعلى. يبقى العلامة العشرية هتطلع فوق اهي? والخمسة دي هتنزل تحت. يبقى انا صعدت العلامة العشرية للأعلى. والخمسة دي هنزلها هنا بجوار لإيه العدد. يبقى مية خمسة عشرين على الخمستاشر. اعمل يا مستر. اخب باول رقم اللي هو الخمسة مع اول رقم اللي هو مين الخمسة. وقسم اتناشر على مين? على الواحد. هتقول لي فقل اتناشر. طبعا منفعش نبغ. ولا ناخد ولا اتناشر ولا حداشر ولا عشر. لازم يبقى ايه? رقم ايه من اول التسعة? بقى ناخد التسعة. نبقى لو لات الاوليهевидة بتاع رقم اكبر êن التسعة? لا تاخد التسعة. هتبدأ تجرب من اول التسعة. تسعة خمسة بكام بخمسة واربعين. الخمسة ومعنا الايه? الاربعة وتسعة اشرا في واحد بتسعة واربعة تلتاشر. يبقى مية خمسة وثلاثين دي كبيرة. اكبر من متى خمسة واربعين. ما ينفعش يا مستر. خلاص. ننجرب التمانية. الرقم اللي قابل مين? ال قابل التسعة. تمانية في خمسة بكم؟ باربعين. صفـره معنا. الاربعة. وتمانية في واحد بتمانية واربعة اتناشر. دي تنفع يا. مصد عشان مية وعشرين اقل من مية خمسة وعشرين. بقى الناتج بتاعك كان تمانية ممتاز. يبقى هنزل التمانية والمية وعشرين تتكتب فين? هتتكتب تحت الايه? المية خمسة وعشرين بالشكل ده. طيب وبعدين اعمل عميلة الطرح بتاعتي. خمسة نقص صفر هي الخمسة ممتاز. يبقى خمسة نقص صفر خمسة. اهي. واتنين نقص اتنين بصفر. واحد نقص واحد بصفر. انزل عليه الضول ومين? السفر ده. هينزل. يبقى بالشكل ده. يبقى نحط هنا سفر. يبقى خمسين. هخبر رقم مع رقم. خمسة على واحد فيها الخامسة. يبقى انا هجرب الخامسة يا مستر. ايوة كده هنجرب الخامسة. بالشكل ده. حطها داخل دايرة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. خمسة ومعنا الاتنين. وخمسة في واحد بخمسة واتنين سبعة. خمسة وسبعين اكبر يا مستر. خلاص نخليها الاربعة. بالشكل ده. هنجرب الاربعة. اربعة في خمسة. ايوة بعشرين سفر ومعنا. ايوة الاتنين. واربعة في واحد باربعة. واتنين ستة برضو كبيرة يا مستر. خلاص نجرب التلاتة. بالشكل ده. هنجرب التلاتة هنا. تلاتة في خمسة بخمستاشر. خمسة ومعنا الواحد. وتلاتة في واحد بتلاتة وواحد اربعة. يبقى خمسة واربعين دي تنفع يا مستر. يبقى الناتج هنا هكتب كام? تلاتة برافو عليك. وهنا هنكتب كام? خمسة واربعين. هنكتب خمسة وايه? واربعين مسألتنا طويلة شوية. هنطرح. هنكتب الناتج هنا. سفر ناقص خمسة ما ينفعش نستلف. هتيبقى دي عشرة. عشرة ناقص خمسة خمسة برافو. واربعة ناقص اربعة سيف. هننزل عليه الدور. اهو. يبقى السفرة هينزل هنا هتبقى خمسين. هتفضل اطلع برضو بتلاتة. اهيه بالشكل ده. يبقى تطلع بخمسة واربعين. اهيه نبدأ عملية الطرح. هيبضل كام? هيبضل لخمسة. وبالتالي هيبقى ده الناتج بتاعي. هكتبه بقى اللي هو كام? حداشر صحيح. وتمنمية تلاتة وتلاتين جزء منين من الف. بالشكل ده. طيب. تعالوا بقى يا مستر نعمل ايه? نقريبه بقى. هو بيقول لي قريبه الاقرب ايه? جزء منين من مية. يبقى انا عايز كم رقم عاشر? عايز الرقمين دم. مين اللي يسبقهم التلاتة? التلاتة دي كريمة ولا بخيلة? هتقول لي بخيلة. يبقى ما هنزودش حاجة. يبقى النتجة هيطلع بتاعي كام? ايوة. هيطلع حداشر صحيح. وتلاتة وتمانين جزء من كام? ايوة. وتلاتة وتمانين جزء من مية. يبقى انا كده حولتال ايه? ليه? جزء من مية. طيب بيقول لي ايه? اوجد الناتج. اه. المسألة هنا هعمل يا مستر. برافو عليكم. هنجرى عملية اتنين. الطرح الاول. لازم نطرح الاول. يبقى لازم نجي ما بيداخل القوس اولا. طيب تعالوا نطرح كده. ستة ناقس خمسة كام? فيها الواحد. برافو. وتلاتة ناقس اتنين. فيها الكام? فيها الواحد. والعلامة العشرية هتنزل. اهيه? اتنين ناقس ست تلاتة ما تنفعش. يبقى الاتنين ده هتستلف. هتبقى دي كام? هتبقى دي تمانية. والاتنين هتبقى كام? هتبقى اتناشر. بالشكل ده. يبقى اتناشر ناقس تلاتة كام? تسعة. ممتاز. وتمانية ناقس ستة كام? اتنين. بقى العدد كام? تسعة وعشرين واحداشر جزء من مية. عايزة اقسيمه على كام? على واحد واربعين جزء من كام? من مية. برافو عليكم ولادنا يا مستر ماينفعشي. الايه? المقسوم? يكون في ايه? هيكون في اعلامة عشرية. هعمل ايه? هحرك الاعلامة العشرين ناحية مين? ناحية اليمين. ممتاز. هحرك الاعلامة العشرين ناحية اليمين كام رقم? رقمين عشرين. حسب المقسوم عليه. مش حسب المقسوم. يبقى انا بحرك الاعلامة ببص عن مقسوم عليه اولا. مش المقسوم. ما ليش دعب المقسوم. انا لازم المقسوم عليه هو اللي بعدد صحيح. تمام? يبقى هينزل لعدد الفين تسعمية وحداشر بالشكل ده. الفين وتسعمية وحداشر هقسمهم على كام? على الواحد واربعين. تعالوا بقى نعمل القسمة المطورة بتاعتنا. هنزل علامة القسمة بالشكل ده. ايه? وهنكتب المقسوم اللي هو كان الفين تسعمية وحداشر. هقسمه على كام? هقسمه على واحد واربعين. هقسمه على واحد واربعين. طيب. هنشوفها كده. هليجي نقسمه. هنعمل طبعا خط فاصل كده. ونبدأ ايه? نقسم. هنبدأ نقسمه. نشوف. هنقسم من الشمال. الاتنين نقسمه على الواحد واربعين طول ما ينفعش عشان صغيرة. ناخد تسعة وعشرين نقسمه على الواحد واربعين برضو ما تنفعش عشان صغيرة. ناخد تلات ارقام. المتين واحد وتسعين. وخب الواحد ده مع الواحد ده. يفضل لتسعة وعشرين على الاربعة. ممتاز. فيها السبعة. هتقول لي تعالى نجرب السبعة. ايوا نجربها الاول. عشان لازم قبل ما نضع نكتب ايه نجرب. سبعة في واحد بسبعة. ممتاز. وسبعة في اربعة بتمانية وعشرين. تنفع يا مستر اهيه. اصغر من المقسوم. يبقى متين سبعة وتمانين. اصغر من متين واحد وتسعين. يبقى الرقم اللي داخل الدايرة ده اسمه ايه سبعة? يكتب فوق. ممتاز اهو. والمتين. ايوا. والمتين سبعة. وتمانين هتكتب هنا تحت. طيب ونعمل عملية ايه? نعمل عملية الطرح. واحد نقص سبعة كام? اه تقول لي ما ينفعش. نستلف. يبقى الواحدة يستلف من مين? الواحدة يستلف من التسعة. يبقى التسعة دي بقى كام? بقى التمانية. والواحد ده بقى كام? بقى احداشر. حداشر نقص سبعة كام? اربعة. برافو عليك. طيب. وتمانية ناقص ثمانية سفر. واتنين ناقص اتنين سفر. يبقى الباقي كام? هيبقى الباقي اربعة. يبقى انا هكتبها كده بخط ايه? كبير شوي. عشان اولادنا نشوفه. ونزل العليه الدور اللي هو مين? اللي هو الواحد. اهو هنزل. طيب. يبقى واحد واربعين تقسيم نفسها. ايوا بواحد صح كده. واحد ضرب واحد واربعين. واحد واربعين. بالشكل ده. طيب وبعدين نعمل عملية الطر. يبقى سفر سفر. يبقى ازا الناتج بتاعك هيطلع كام? هيطلع واحد وسبعين. يبقى هنا. كان لازم اللي داخل الاقواس يتم اولا في ترتيب العمليات. وبعدين نقسم على كام? على الواحد واربعين. بيقول لي زجاجة بها ثلاثة لتر خمسة وسبعين من العصيدة تم تقسيمها الى اكواب. اول ما اقول لي تم تقسيمها. يبقى انا هعمل قسم ايه? المطولة. طيب. يبقى انا هقسم. الثلاثة صحيحة وخمسة وسبعين. على الخمسة وعشرين. هعمل ايه? اول ما لقيت في المقسوم عليه علامة عشرية. برافو عليكم. ولادنا شطار قاله خلاص عن حركة يا مستر. بقى انا خلاص في انتوا استوعيت. هحركة ناحية العلامة العشرين ناحية اليمين كم رقم? رقمين اهو. يبقى لازم دي تتحرك كمان رقمين ناحية اليمين. بالشكل ده. يبقى ينزل الرقم كام? تلتمية خمسة وسبعين. هقسمه على اليمين? والخمسة وعشرين على الايه? الشمال. وانزل الايه لخط بتاعي. هبدأ اقسم. تلاتة تقسيم خمسة وعشرين. تقول لي ما ينفعش. لان التلاتة قليلة. اصغر من الخمسة وعشرين. طيب. هنخب بقى رقمين? يبقى نخب السبعة مع مين? مع الخمسة. ونقسم التلاتة على الاتنين فيها الكام? فيها الواحد يا مستر. برافو عليك. واحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين. اهي. طيب. تعالوا نطرح. سبعة ناقس خمسة اتنين. وتلاتة ناقس اتنين بواحد. هنزل عليه الدور. مين اللي عليه الدور هنا? ايوة. اللي عليه الدور خمسة. ايوة. ولدنا يقول له دي مسألة سهلة جدا يا مستر. تمام? نهنعمل ايه? ايوة. هنبدأ نخب باول رقم اللي هو الخمسة مع اول رقم اللي هو الخمسة. وقسم اتنشر على الاتنين فيها الكام فيها الستة. هنجرب. الستة. من اضاعاش على طول. ستة في خمسة كان تلاتين سفره. ومعانا تلاتة. ستة في اتنين باثناشر وثلاتة خمستاشر. طلعت كبيرة ييا مستر مئة وخمسين. اكبر من المئة خمسة وعشرين. خلاص نجرب الرقم اللي قبل الستة اللي هو كامل خمسة. تعالوا نجرب الخمسة. خمسة في خمسة بخمسة عشرين. خمسة هو معانا الاتنين. وخمسة في اتنين بعشرة واتنين اتناشر. ايوة. اي طلعت يا مستر فيها الخامسة. يبقى انا هكتب الناتج اللي هو الخامسة اللي داخلت دايلة فوق. والناتج الضرب اليوم مية خمسة وعشرين. هكتبه تحت الايه? المية خمسة وعشرين بالشكل ده. طيب. ينجي نعمل عملية الطرح. خمسة ناقص خمسة. اتنين ناقص اتنين سفت. واحد ناقص واحد سفت. ويبقى كده الناتج بتاعك طلع كم? الناتج طلع خمسة عشر. يبقى احنا كده حلينا المسألة. نشوف المسألة بعد كده بيقول لي ايه? اوجي الطول مستطيل مساحته. يبقى هنا اعطيك مساحة المستطيل. اه. بدي فكرني بقانون مساحة المستطيل. ممتازين. مساحة المستطيل بتسوي الطول في العرض. تب افرض انا عايز الطول. يعني انا هو. لو انا مثلا عملت كده قانونة هو بالشكل ده. وعملت المسلس. ورمزت للمساحة بالرمز مين? بالشكل ده. ورمزت للطول بالرمز لام. ورمزت للعرض بالرمز ضاد. اخدت اخر ايه? اخر حروف. يبقى مساحة مين? طول لا. يبقى لام. عرض. انت عايز المساحة? يبقى تضرب الطول في العرض. تب لو عايز الطول. يبقى تقسم المساحة على العرض. تب لو عايز العرض. يبقى تقسم المساحة على مين? على الطول. ده كان كده ايه? حاجة توضيحية بسيطة جدا ازاي تستخدم القوانين ويجيبها انا عايز اجيب مين عايز اجيب طول المستطيل يبقى ولادنا الشطار يقولوا ايه ايه قانون لما حب اجيب طول المستطيل ممتازين طول المستطيل بيساوي المساحة تقسيم العرض يبقى طول المستطيل ولادنا مسكوا الورقة والقلم وبدأ يجاوبوا يبقى طول المستطيل بيتساوي ايه احسان بتساوي المساحة تقسيم الايه العرض طيب المساحة كنت أعطيها لك كم؟ كنت أعطي لك المساحة ب 17 صحيح و 28 جزء من 100 هقسمهم على 3 و 2 من 10 ولدنا على طول قالوا يا مستر ما ينفعش نقسم على رقم فيه علامة عشرية لازم نحرك العلامة العشرية دي ناحية اليمين بالشكل ده حركتها كم رقم؟ رقم 10 واحد يبقى لازم هنا حركها رقم 10 واحد ما حركهاش رقمين يعني ما ينفعش نتحرك رقم عشري وتروح هنا بحركها رقمين لا شوف المقسوم عليه حركت في المقسوم عليه رقم 10 واحد يبقى هنا رقم 10 واحد حركت في المقسوم عليه رقمين يبقى حركها نحك نمين رقمين في المقسوم وهكذا يبقى مين اللي بقى المقياس بتاعك لتقدر تقيل عليه المقسوم عليه لأننا محتاج المقسوم عليه كي نعيدة صحيح يبقى هو ده اللي بحرك فيه العلامة العشرية يبقى كام الرقم بقى كام؟ 172 للين questão خلاصت حركت بقيت هنا والعلامة العشرية جات مكانها و 8 من 10 تقسيم 32 طيب تعال نقسم يا مستر يلا نبدأ التقسيم هاكتب المقسوم اللي هو 172.8 على اليمين والمقسوم عليه 32 على الشمال طيب نجي نقسم واحد تقسيم 32 تقول لي ما ينفعش لأن الواحد أقل ناخد 17 تقسيم 32 تقول لي كمان ما ينفعش لأن الـ 17 أقل هناخد 3 أرقام اللي هو 172 هقسمه على 32 هخب بأول رقم اللي هو الـ 2 مع الـ 2 وأقسم 17 على 3 هلاقي أقرب حاجة لها 15 لها 3 في 5 هروح مجرب الخمسة يلا 5 في 2 بعشرة سفروا معنا الايه الواحد و5 في 3 بكم بخمستاشر واحد 16 يبقى إذن هنكتب الناتج بتاعك كام 5 اهو نكتبه فوق وناتج الضرب الـ 160 هنكتبه فين أيوة هنكتبه تحت الـ 172 طيب تعالوا بقى نضرب 2 نقص 0 2 شطار ممتازين 7 نقص 6 كام 1 والواحد نقص 1 0 الفصلة دي تنزل يا مستر لقولك لأ يجي دول الفصلة أول ما تيجي هتعجي على الفصلة روح مصعدها للأعلى يبقى الفصلة تطلع لفوق اهيه والتمانية دي تنزل فين هتنزل تحت يبقى تيجي جنب ينين جنب الايه الـ 2 طيب هعمل ايه أخب بأول رقم مع أول رقم وقسم الـ 12 على الثلاثة فيها الكام فيها الـ 4 تمام تعالوا نجرب الـ 4 قبل ما نحطها 4 في 2 بكم بـ 8 شطار ممتازين و 4 في 3 بكم بـ 12 رابوا عليكم اهيه طلعك يبقى الناتج اللي هو داخل الدايرة ده اللي هو الـ 4 كتب فين ممتازين يكتب فوق اهو تمام ونتج الضرب الـ 128 كتب فين يكتب تحت الـ 128 ويبدأ كده خلي كل رقم تحت رقمه عشان لما تيجي تطرح تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل 8 ناقص 8 سيف 2 ناقص 2 سيف 1 ناقص 1 سيف يبقى الناتج بتاعك طلع كم متر لان انا ايه بقى قسم امطار مترا يبقى انا كده جبت مين طول الايه المستطيل ان انا قسمت المساحة على الايه على العرض يبقى درس اليوم يا ولاد كان درس مهم جدا كان بيتكلم على ايه كان بيتكلم على تحويق ان احنا ما نفعش نقسم على عدد بيه علامة عشرية كان لازم نحاول العلامة العشرية الايه لعدد صحيح ونبدأ نقسم القسمة المطولة لو لقيت العدد المقصوم عليه كان العلامة العشرية بعد رقم يبقى لازم تضرب في عشرة لو لقيت العلامة العشرية بعد رقمين هتضرب في مية وتحركها نحيك لين رقمين لو لقيت المقصوم عليه العلامة العشرية فيه بعد تلت ارقام هتضرب في الف وتحرك العلامة العشرية ناحية اليمين تلت ارقام في كل من المقصوم والمقصوم عليه الى هنا يا اولادنا نصل الى نهاية حلقاتنا هذا اليوم على امل اللقاء بكم في حلقات قديمة ان شاء الله اماني الله